تعالوا في البداية نقابل محمد شعبان مؤسس شركة السيراد الماعز البور في مصر وجنوب أفريقيا واللي شارك في اختيار رؤوس البور في بلد المنشأ أحكي لي بقى الحكاية ليه فكرنا إنا هنجيب البور سافرنا إزاي الموافقة طلعت إزاي الموافقة كانت صعبة تم انتزعها والله يا أستاذ محمد إحنا مشينا طريق صعب قوي إحنا حبينا نفكر خارج السندوق بدأنا الفكرة لما لقنا إن الماعز البور في مصر ابتدى تقريبا شبه نهار لأنه عاوز دماء جديدة وأقوى خطوط الدماء بعد دراستنا وقرائتنا عرفنا إنها موجودة في جنوب أفريقيا وبرضو إحنا على علاقة بكتير من المربيين للماعز البور وخدنا رأيهم وقالوا إلي في ناس كتير حاولت يعني عملت بحث السوق طبعا قالوا لنا إن أقوى الخطوط موجودة في جنوب أفريقيا وناس كتير حاولت تجيب بس ما عرفتش خدت القرار أنا وأخويا محمود وأخويا جاسر وأخويا علاء وباشي خدت محمود وسفرنا جدعا إحنا وجدنا إن في مصرين كتير راحوا وتنصب عليهم هناك حاولنا بقدر المستطاع إن إحنا نقيم الديل واحنا على أرض الواقع ما نبعدش فلوس أو نبعد حد لا رحت أنا ومحمود وعدنا فترة طويلة ورحنا كذا سفرية مرة واثنين وثلاثة لحد ما الحمد لله رب العالمين يعني الوصول لمزرعة الصادقة كان موضوع صعب أصلا طبعا بس السفارة في مصر ساعدتنا كتير وقدرنا الحمد لله إن نجمع القطيع دوت بمساعدة السفارة المصرية بجنوب أفريقيا الحمد لله كنا حرصين إن القطيع دوت يبقى كذا خط دم عشان ما نقفلش برضو خط الدم وعرفنا هنا أنت عارف إن ده دم وده دم وده دم وده دم طبعا حضرتك هتلاقي كل معزة من المعز ديت عليها رقم الرقم دوت ليه داتا عندنا كل معزة من المعز ديت تحت جلدها فيه ميكروشيب ببرنامج معين بتقرأ الداتا بتاعت المعزة كاملة وكل معزة لها بيديجري بيديجري يعني شهادة نسب المعزة دي إيه ده حصان زي الحصان إيه السلام إيه ده حصان مهتمين أوه بصناعة دي هناك حضراك هناك أكبر منظمة موجودة للمعز البرب في جنوب أفريقيا وإحنا الحمد لله قدرنا نسجل لقلقة أفريقيا في المنظمة ديت يعني إحنا دلوقتي نعتبر مزرعة استد في مصر تابعة للمنظمة العالمية لتجارة البور بجنوب أفريقيا ممتاز الحمد لله رب العالمين عملتوا هناك بيع إنت قدتولي إن إحنا عملنا محجر هناك عملنا محجر وعملنا منظومة متكاملة عشان نقدر نوفر بشكل دايم عملنا عملنا المركز المصري لتجارة البور بجنوب أفريقيا وعملنا محجر دايم للمركز المصري لتجارة البور بجنوب أفريقيا إحنا دلوقتي في الطريق إن إحنا ننشئ لاب للتحاليل معمل هناك؟ آه معمل للتحاليل آه تعتمدوه؟ هنعتمدوه طبعاً إحنا قدمنا الطلب عشان مصر توافق عليه؟ قدمنا الطلب طلب توافق في مصر ومنتظرين إن شاء الله التنفيذ إن شاء الله لإن الشحنة دية اتخدت مننا حوالي سبع شهور أو ثمان شهور عمل عشان تيجي آه علشان توصل مصر ليه بقى شحن جوي؟ مش حناش بحن ليه؟ حضرك عارف إن السلعة دي سلعة غالية وأنا مش عايزة عرضها المخاطر عايزة جيبها بصحتها أنا لو جبتها بحري هعرضها المخاطر وعلشان يعني تفوق شوية عوزالها شهر أو شهرين فهتفضل في فترة الحجر تعبانة ده كانت منظومة على فكرة طبعاً أني يتعامل سنديق معينة وبشكل محدد وكل صندوق كان فيه كم راس بقى؟ كل صندوق الصندوق فيه حوالي 35 راس ودخل الطيارة صح كده؟ دخل الطيارة كانت منظومة من جنوب أفريكا لغاية مصر هنا آه بالزبط بالزبط دخل الطيارة الصندوق الواحده بيتكلف حوالي 1500 دولار اللي بتحط فيه 35 راس دلوقتي بقى أنتو بتحسبوها إزاي؟ يعني أنا كامو ربي هاجي هنا تمام ألاقي السعر زي ما كان بيتباعك بتوصل في مصر إلى 100 ألف جنيه راس إحنا الأسعار أقل من كده بكتير وبور أصلي إحنا السعر بيبدأ عندنا من 35 ألف جنيه بور 100% دم نقي أصلي دم جديد مختلف تمام واخد علامة الاستد وليه السجل كامل بالزبط البديجري بتاعه زي الخيل العربي طيب في عمليات الاستراد تمام واجهنا أي مشاكل بيطارية طبعا أنت عارف أنه كان فيه تشديدات جمدة جدا تمام واجهنا أي مشاكل بيطارية يا فندم العرب من الملتزمين إحنا نفزنا البرتوكول اللي موجود ما بين دولة مصر ودولة جنوب أفريقيا ممتاز في استراد الحيوانات الحقيقة نفزنا البرتوكول بالحرف